اشتركوا في القناة والتي اختمت مؤخرا بشيلي هذا وحضر الحفلة الذي يقيم في الاصطبلات الملكية عدد من المسؤولين في المملكة بالإضافة إلى فرسان الفريق الملكي وعضاء الوفد الإداري والفني والإعلامي المرافقة حيث اجتمل الحفلة على العديد من الفقرات الاحتفالية وبهذه المناسبة شاد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بالإنجاز المتميز الذي حققه فرسان الفريق الملكي في بطولة العالم للقدرة التي شارك فيها نخبة من فرسان العالم مؤكدا أن الحضور البحريني اللافتة في البطولة العالمية دليل على التقدم الملحوظ في مستوى رياضة القدرة والتي حقق فرسانها في السنوات الماضية العديدة من الإنجازات الرياضية المتميزة على مختلف الأصعدة مشيرا إلى أن هذا الإنجاز الرائد جاء ثمرة من ثمار الدعم المتواصل من قبل جلالة الملك المفدى لرياضة القدرة مؤكدا أن الإنجازات التي تحققت تعتبر منسجمة تماما مع رعاية الكريمة التي تليها القيادة الرشيدة للحركة الرياضية في المملكة بما يسهم في رفع علم البحرين بالمحافل الدولية وثمن سموه الجهود المتواصلة من قبل فرسان الفريق الملكي من أجل الظهور المتميز في البطولة العالمية التي شاركوا فيها دعينا الفرسان إلى مواصلة التدريبات الجادة من أجل المحافظة على المراتب المتقدمة للقدرة البحرينية والتي باتت محط أنظار الجميع وأصبحت قوة يحسب لها ألف حساب وأكد سموه أن الإنجاز الجديد بتحقيق بطولة العالم للقدرة يؤكد سلامة توجه الفريق بالاعتماد على الفرسان الشباب في المرحلة المقبلة ومنحهم الفرصة للمشاركة في مختلف البطولات لزيادة حجم خبراتهم ومهاراتهم الأمر الذي سهم في تحقيق هذا الإنجاز الرائع على المستوى العالمية مشير سموه إلى أن الإنجاز الذي حققه الفرسان يبعث على الفخر والاعتزاز كون البحرين تعتبر من الدول المتقدمة في مجال رياضة القدرة والدليل على ذلك الحضور المتميز للقدرة البحرينية في مختلف البطولات وتحقيق فرسانها للمراكز المتقدمة مشددا على ضرورة المحافظة على المكتسبات التي حققها أبطال البحرين في الفترة الماضية وتعزيزها وعدم الوقوف عند هذا الحد من الإنجازات الحمد لله على كل حال طبعا نحن نهدي لمملكة البحرين على رأسهم سيدي حضرة صاحب الجلالة وحكومتنا الرشيدة وبما تعنيه الكلمة اليوم فرحة فرحة رياضية لنا كبيرة إنجاز تاريخي لنا أداع عظيم بين فرسان كبار بين دول كبيرة في هذا المجال رحنا لبطولة العالم متفائلين وأنا باركت للجماعة يوم قبل البطولة لأنني عارف أن الشغل اللي اشتغلناه والتحذير اللي حضرناه كان للفوز وليس لأي شيء آخر كنا عارفين الفوز زرعنا في روح الفرسان الفوز وقلنا لهم مبروك مقدما يوم قبل البطولة وكلهم عندهم هذه الرسالة مني فراحوا بثقة عالية ولكننا حريصين وفي نفس الوقت كانوا جاهزين نفسيا وجسديا لهذه البطولة ولله الحمد حققنا بطولة العالم طويل عمر سمو الشيخ ناصر أن يحقق خمسة من أفراد الفريق البحريني إنهاء السباق وبحد ذاته إنجاز وقوفهم على منصة تتويج إنجاز بلا شك أن وقوفهم على المنصة رسالة للمستقبل بأن القدرة البحرينية قادمة حتى على مستوى العمو والله إذا ركزنا على بطولة الحمد لله ننجز فيها البطولات العادية طبعا تكون ساحة تجارب لنا ندور الأبطال ندور الخيل اللي تقدر تصبر معنا فكل الخيل اللي وديناها خيل أبطال يعني أكون صريح معاك ما ودينا حصان عادي الخيل كل اللي وديناها سابقة فلها مجال ولها سباقات وميادين تذكر فعولها ولكن إحنا كالمنتخب الوحيد في بطولة العالم أن ندخلها بخمسة فرسان ونخلص خمسة فرسان ما ستبعد أحد ما تعور أحد وما تعب أحد فلله الحمد فوزنا كان في الفردي وفي الفرق وأيضا اليوم الثاني اللي هو مهم جدا أن نحن فزنا بأفضل حالة اللي هو البست كوندشن هذه تعني كثير أن البست كوندشن أنت تفوزه معناته تدريبك وتجهيزك للحصان كان جيد سمو الشيخ ناصر أن تتابع السباق وهو مقام إلى أبعد نقطة من العالم بلا شك أن هذه المتابعة ساهمت على حد تصريح الفرسان بتحقيق هذا الفوز وكأنك كنت عايش معهم وجهتم إلى أن وصلتم إلى منصة التتويج يعني يمكن آخر مرة في حياتي أكون بعيد عن الفريق في مسابقة مثل هذه لأن حرق عصاب الإرسال ساعات ينقطع لا يوجد تقطية مباشرة الإنترنت ضعيف عندهم فما توصلني الأخبار أول بول ولكن كل ما أحصل وقت لازم نطلع توجيهات بدلنا الخطط أثناء السباق عرفنا بعض الأمور اللي راح تحصل استغلنا عليها ما كنا في المقدمة من بداية السباق كنا خمس دقائق وراء المقدمة ولكن هذه كلها كانت جزء من الخطة اللي إحنا بينناها عشان أننا إحنا نوصل بأفضل صورة لأفضل حالة للخيل على الفنشلاين ونيابة نعسه على مستوى الفرق بحضور عدد من المسؤولين في وزارة الشباب في وزارة شؤون الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية البحرينية والاتحادات الرياضية والأندية الوطنية وقد نقل ساعة سيد هشام بن محمد الجودر تحياتي وتهانية سمو الشيخ ناصر بن حمد داء الخليفة لأعضاء الجهازين الفني والإداري والفرسان بمناسبة هذا الإنجاز الكبير الذي أكد تسيد مملكة البحرين لرياضة القدرة على المستوى العالمي وشار ساعة سيد هشام بن محمد الجودر إلى أن ما تحقق في تشيلي جاء نتاجا للعمل الكبير والمنظم الذي يقوده سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة والذي ساهم في وضع الفريق الملكي على طريق تحقيق النتائج المتميزة في مختلف المحافل مشيدا بدور سموه في أعداد الفريق بالشكل الجيد وتهيئة الأجواء الإيجابية أمام الفرسان من أجل الظهور المشرف في البطولة وأشار سعدته إلى أن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة حريص كل الحرص على تكريم المنتخبات والأندية والفرق الحاصلة على الإنجاز مؤكدا أن الإنجاز الجديد الذي تحقق لرياضة القدرة البحرينية في بطولة العالم يعتبر امتدادا للإنجازات الرائعة التي حققتها رياضة القدرة في السنوات الماضية وامتدادا للمكتسبات المتميزة التي ظفرت بها القدرة والتي ضمنت للبحرين رفع اسمها وعلمها عاليا في مختلف المحافل الدولية من جانبهم أهدى الفرسان الإنجاز إلى القيادة الرشيدة مؤكدين أنه جاء بفضل الدعم الكبير للفريق من قبل سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة والذي أسفر عن تحقيق الفريق لهذا الإنجاز الكبير والمشرف موسيقى